فالبيع عند العلماء جائز على الصفة البيع الغائب جائز على الصفة إما تقطع الكلمة وإما يكون بيع الخيار تقول لي عودتين غانش اللي عندك ولكن تجيب السلعة ديك ساعتين ما عجبتنيش أنا رجعها لك هذا كنت تسمى بيع الخيار فليش رهد السلعة في الأنترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي وما لقاش فيها الأوصاف فله الخيار في فسخ العقد وإمضائه أحطوا واحد لله واحد للعطر ولا واحد للبساء ولا واحد للآلة ولا واحد الهاتف وأعطوني مجموع هذا الأوصاف وأنا سننخلص بعدها تسليم بتنشد السلعة ننخلصهم فجابوا لي السلعة ما تعلن قالوا هاتو التليفون في 64 جيجا فاشو وصلني نلقته في غير 16 فهذا الحال عندي الحق نقبل هذا التليفون نشده وعندي الحق نرده لست ملزمن بإمضاء هذا البيع لأن الأوصاف اللي يعطوني ما صحيحاش يلوقع الاختلاف بين البائع الشاري تقول لي الأخرة تقول لي ما قلتش لي الفقهاء يقولون القول قول المشتري مع يمينه قلت بيتشري عنده سيارة قلت لك هالطوبيل 2020 بيضاء ضربة مئة كولومتر إيصانس كدا 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 صافي ببعت وشرتي معه فجاب لك السيارة وصلها لعندك لقيتها 2010 ماشي 2020 وقع بيناتكم نزاع قلت لك ودكت لك 2010 قلت لي لا قلت لي 2020 تناقشته ماشي شي تشجيل دي واتساب ماشي دليل باش نعرفوا بأنه راه شكل عنده الحق انت اللي غاد شريكة تحلف بأنه راه قلت لك هالطوبيل 2020 ولقيتها انتا 2010 ونصدقك مع هاد الحاليف ومع هاد اليمين وهاد النوع دي اللي بيع للبيع الصفة البيع الغائب على الصفة يعني قد ثبت عن الصحابة عمر بن الخطاب وعثم بن عفان انهم اشتروا بهذه الطريقة منهم من اشترى فارسا ومنهم بالوصف ومنهم من اشترى بارا غائبة وغير ذلك لذلك خلصة دي القول ان بيع السلعة بحال كتالوج يعني بحال ادباء الناس كي يبيعها شي دي المواد تجميل وتي بيع العطوك يعطيك الكتالوج كتقلب كتلقى الرحامة فيها خمسين ميلي لتر فاش كي يجيبك تلقى فيها غير عشرين فهذه الحالة عندك لحق ترجع عليه لكن إذا لقيت الاوصاف اللي اعطاك كينين رامزين حتى بحنا في واحد زمن دي الخدع دي التصوير ما بقاش فيه التقى كتكون قرعة الريحة قد هكا في التصوير كي يبينو لك قد هكا تكون شيتوب تيدخلوا على دوك المؤترات دي التصوير كي يبينو لك في الانترنت كي يشعل فاش كي يجيك انتك تلقى بحال تشيفون هذي كلها الان اصبعت خداع يعني لا بد من الحذري منها والافضل ان الانسان ما يخلصش حتى توصله السلعة ويقلبها ويشوفها ويشتر تعلموا لها انه الى ما لقاش فيها الصفة غد يرجع عليه اشتركوا في القناة